السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وأخوكم هياب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين وكل عاماته بخير والعيد أجا هيو والحمد لله رب العالمين اللي تعيد واللي عيد واللي تعيد قدش عديتك وأزدق معي وكتبل قدش عديتك واللي بعيد الله يكون بعونه ويحبب خلق ربنا فيه ويحبب أحبائه وأصحابه وأقاربه وأرحمه جميعا يحببهم فيه اليوم إن شاء الله في خلال الفيديو هنشوف موضوع جديد وهو مركز التحكم والإضافة الجديدة الهنضيفة إن شاء الله لمركز التحكم وهذا مركز التحكم تعرفين أموره كبيرة وحاجاته كثيرة خلينا الآن نشوف موضوعها طبعا لشاوموريد موبوكو هذا التحديث أو هذا الشرح اللي هيكون موجود معنا وهتشوفوا حاجة جديد إن شاء الله كونوا معنا الآن لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعلي جرسي يا حبيب علشان يصلك كل جديد وخلينا نشوف التفاصيل ورجعنا لكم جديد صلو على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد بالنسبة لمركز التحكم اللي موجود معنا في أشياء إضافية ممكن إحنا كمان نضيفها زي المرة الماضية لما نضيفنا فايل جوجل على مركز التحكم ولكن أن اليوم إحنا بالنسبة لمركز التحكم الإضافات اللي موجودة معنا مثلا المي سمارت أتشيو بي هذا ممكن أضيف اللي هو الأجهزة الذكية وهنا في المكان هذا في النسخة الصينية موجود وكان عندنا في النسخة العالمية أيضا موجود ولكن الآن سيتم إضافته في النسخة العالمية من جوجل جوجل بتقولك هنضيف لك نفس الشكل هذا أو نفس الأداء اللي هيعطينا هنا في نسخة صينية هيتم إضافته بين Thunderbolt أيضا في النسخة العالمية في هذا المكان من جوجل وليس منzufل تتحكم في الفيديوهات والموسيقى من هذا المكان ولكن عندنا النسخة العالمية النسخة العالمية بتكون معنا الآن في هذا الفيديو بهذا الشكل إيش النسخة العالمية بتحكي؟ بتحكي أنه هنا في عنا مركز التحكم مركز التحكم هذا أنا بقدر أتحكم في أي شغل ممكن في جهاز تقريبا 90% من الجهاز Megan winning. يعني لما يجي واحد يقول لي انا بدي الوضع المظلم. طب انا بدي ادخل جوة الجهاز اجيب الوضع المظلم. لا بجيب هاي الوضع الداكن. بعمل الوضع الداكن بصير الجهاز الوضع الداكن. تمام تمام. لاذا نجي على الاعدادات, وبعد الاعدادات نجي على الاشعارات ومركز التحكم. سأثير الاشعارات المرة ما دي حكيت عنها. هاته بتكون موجود فيه اللي عنده شاشة اموليد. يعني مش كل الشاشات بتكون فيها الميزة هذه اللي شاشة اموليد بيكون او صوبور اموليد او اوليد كله بيكون فيها تأثير الاشعارات بهذا الشكل لو جينا هنا لنمط مركز تحكم طبعا القديم والجديد في عنا البطاقات الاضافية في عنا هنا المنزل الذكي ومي سمارت اتشو بي تمام تم الغاءهم من هذا المكان لا اذا بدي اضيفهم تعمل زي هيك اضافناهم تمام هاي هم موجودين شلنا المنزل الذكي راحت واحد منهم حطينا واحد الثاني صاروا التينتين موجودة الاجهزة الذكية هادي انا بقدر اتحكم من الاجهزة كيف يعني عشان في ناس كتير مش عارفين شو يعني الاجهزة الذكية ممكن تتحكم في الغسالة في التلاجه في الطابعة وتكون موجودة في الجهاز اللي هو تطبيقة مباشرة بتدخل منها مثلا نجي الان انورجيك الشغل لو جينا مسلا على الاجهزة الذكية واجينا اضافة هنا في عنا فتح منزل مي او مي هوم هدا لمن تابع العلمي هوم تابعي لشاومي انا هي موجودة عندي في عند الريموت كل واحد عند الريموت وهنا هنا طابعة به هنا هنا الطابعة انا ضيفها انا موجودة عندي طابعة الانورجيكه ايها هاي اللي انت شايف هاد حمات لشاومي رسمية وهي كل واحد يوجد ورق خصوص هذا الورق خصوصي يعني خاص الها مش اي ورقة بيطبع لو جينا قلنا بدنا نضيف هنا اضافة طابعة وروحنا قلنا له طبعا بتعمل شغلات كتير هي نقول له برينت بدنا نطبع نختار صورة من الصور الموجودة لما نختار صورة ممكن نختار من الفوتو من الصور ممكن من الالبومات مثلا من الالبومات نختار هذه الصورة اي صورة ونيجي هنا طبعا ممكن تعمل تعديل للصورة اذا بدك تعمل تعديل لها الصورة بتعمل تعديل بدكية في الحجم في كمان تحسين وفي الاضاءة مثلا تتغير الاضاءة شايفين كيف ها بتغير الاضاءة وتقول له اوكي تمام تمام ونرجع يا معلم ونقول له الان هاي هنا ابرينت هاي ابرينت تمام بقول لك كوننكت كوننكت استنى شوي طبعا بيتم التواصل بينك وبين ال بينك وبين ال الاجزة الذكية عن طريق البلوتوس عادي بكل البلوتوس هاي شغال طلع جاية جارة هاي بقول لك جارة تحديث لا تقوم بايقاف تشغيل او استخدام الجهاز الخاص بك قبل الانتهاء فبيحدث الطابع عن طريق الموبايل ما في مشكلة ايه خلص التحديث وهي بلش يعمل طبعا طبعا هي الطابعة بتشتغل عن طريق اللي هو بتشحن شحن وبيضل فيها بطارية يعني زي الموبايل بس بكارن مش مشحونة هين شحنها كيف يمعلم هاي طبع لك الصورة وهي الاجهزة الذكية استخدمنا الجهاز الذكية هي على الموبايل تبعنا شاومي وهنا النظام الورق اللي في الطابعة نظام بيلزق يعني ممكن تلزقه في اي مكان بيتم لسقه ها مثلا هنا جوجل بتقول لك روح على جوجل بلايه واكتب في البحث جوجل هوم هتلاقي التطبيق اصلا نازل عندك تلقاء بس ممكن ان الناس يكونوا حدفينه وبتعمله فتح وتنزيل وهذا هيكون مستقبلا بيحل محل تطبيق شاومي السابق وهو التطبيق هذا هاي هذا التطبيق اللي احنا مناستخدمه يعني للفيديوهات ولا الموسيقى هيحل محل جوجل هوم في هذا المكان لاحظ هنا الكلام كله هي موجود على مدار الايام القليلة المقبلة سيتم طرح الميزات التالي باستخدام تطبيق هوم جوجل هوم ستتمكن من التحكم في عملية التفعيل والايقاف ومستوى الصوت وتشغيل الوسائط هها الفيديوهات الموسيقى وهكذا ومصادر الادخال لاجهزة البثوة والوسائط المتصلة سيتلقى المستخدمون الذين فعلوا ميزة استشعار تواجد تواجد الافراد في المنزل المهم هذا بالنسبة لجوجل هوم بتنزلوا الان مباشرة بتدخل على جوجل بلاي وحط لك الرابط في صندوق الوصف بالنسبة لمركز التحكم الشكل هدا هيكون في عنا ثيم اسم الثيم كالامارو بتحطه لشريط الحالة وبتعينه بيظهر معنا مركز التحكم على شكل تقريبا هيك 3D هينجيبنا جهاز تاني هينزلنا جوجل هوم وهي البدء حسنا هذا الجهاز المعنى نوت 11 اس نيجي الان لمدير الملفات هيكون في عنا مكون اضافي هننزل المكون اضافي هدا بيعمل التحديث لمركز التحكم التحديث الجديد 14.0.0.37 ونطلع من هنا ونيجي هنا على البث الشاشة طبعا بيكون عندك الشكل هذا هيك بتقول له بث الشاشة هيتحديث لبث الشاشة هيتغير الان الشكل هيصير الشكل هدا هي تغير امامك وبهيك امورك تماما الاعدادات التطبيقات ادارة التطبيقات هتلاقي هنا في عنا لو كتبت هنا مكون اضافي هتلاقي التحديث الجديد لمكون الاضافي هي 14.0.0.37 وهنا بتلغي التحديث لو ما بدك التحديث وكونوا معنا دائما وكل عام انتم بخير ملتق ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام